شوف الآن هناك باعتقادي مخرج ممكن تخريجة قانونية دستورية تطلع بها المحكمة الدستورية وتزيل هذا التوتر أو تزيل فتيل الأزمة بشكل كبير وهو أنه طبعاً نحن نعرف المحكمة الدستورية لا تستطيع حل البرلمان بموجب الدستور العراقي من تقرأ الدستور العراقي لا يوجد شيء يتيح لمحكمة الدستورية أن تحكم بحل البرلمان الذي يجي عن طريق انتخابات التخريجة الوحيدة التي قد تكون مقبولة وموجودة وهو إزالة الشرعية عن البرلمان بمعنى أن البرلمان قد تجاوز على كل المدد القانونية لتشكيل لانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل الحكومة وإحنا نعرف أكو قرار للمحكمة الدستورية قبل ست شهر تقريباً أجاب على تساؤل من رئيس الجمهورية أنه إذا مدة الشهرين اللي معطات للبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة تم التجاوز عليها المحكمة الدستورية قالت فسرت أنه نعم يجوز لكن لفترة محدودة تركت الموضوع يعني مبهم فترة محدودة هذه الفترة المحدودة يفترض أن تكون فترة قصيرة الآن صار أكثر من ست شهر فإذا بإمكان المحكمة الدستورية أن تقول أن هذا البرلمان لم يعد شرعياً وبالتالي إذا أسقطت الشرعية عن البرلمان فنحن نكون أمام سيناريو مقبول من قبل كل الأطراف للذهاب نحو يعني انتخابات مبكرة بالتأكيد سوف تكون الإشكالية هي مو فقط يعني أنا أعتقد أن الإشكالية الكبرى هي ليست في الانتخابات المبكرة حتى الإطار أعتقد لن يمانعوا بالذهاب الانتخابات المبكرة الإشكالية الكبرى عندهم هي بخصوص من سيدير هذه الانتخابات هل ستدار في ظل هذه الحكومة أو في ظل نفس القانون اللي شافوا أنه أنتج نتائج ليست في صالح الإطار هنا نهية الإشكالية اللي أيضا ممكن التوصل إلى حلول إلها إذا كانت النيات مخلصة من قبل جميع الأطراف وإذا أبعدنا المتشددين في الطرفين بالجانبين أكو بعض من يحاول أن يلعب دور الصقر أو الصقور ويرفض كل الحلول الوسطية أعتقد إذا قدرنا نوصل أو إذا قدروا من بيدهم القرار يوصلون إلى هذا الاتفاق هناك أكثر من مخرج بخصوص عقدة الحكومة وبخصوص عقدة القانون أو قانون الانتخابات قد لا يكون الآن الوقت كافي لأن أمطي كل الاحتمالات هذه لكن هناك أكثر من حل اشتركوا في القناة